فيها بالآن الكرة خرجت من ملعبكم كمشاورين قانونين كالجنة أولمبية الآن مركز التزوية صدر قرار وهذا القرار يلزم بحل الإدارة للكابتن فلاح وممارسة الهيئة المؤقتة اللي تم تشكيلها من قبلكم هي هيئة مؤقتة لحين إدارة شؤون الأمور والتهيئة للانتخابات لكن الأمور أخذت منحة آخر الآن الأولمبية ما تزال تلعب دور لو خلص ما لها علاقة الآن ما بين الهيئة المؤقتة وما بين مركز التزوية نحن اليوم كالجنة أولمبية لازم ننفذ القرار اللي صدر من عندنا واللي أيده مركز التزوية والتحكيم الرياضي مركز التزوية اليوم أيد الإجراءات اللي اتخذتها اللجنة الأولمبية والمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية بحل الهيئة الإدارية وأن الإجراءات صحيحة لأن استندت على مواد قانونية من قانون الأندية وهذه المواد القانونية واجبة التنفيذ بالانتخابات وغير الانتخابات اللي هي المادة تاسعا ثالثا اللي هي حضور ممثل لجنة الأولمبية للانتخابات بالإضافة للمادة داعش اثنيا اللي هذه المادة تنص على أنه إرسال المحاضر محاضر الهيئة الإدارية خلال أسبوع واحد إلى اللجنة الأولمبية والإتحاد المختص هذين اثنيناتهم نادي الزوراء سابقا ما التزم بيهم لهذا السبب يعتبر مخالفة للمادة 14 أولا واحد اللي هي مخالفة أحكام القانون ترجمة نانسي قنقر